موسيقى 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 اليوم سنتكلم عن مرض سبينا بيفيدا السلب المشقوق بالعربية الفصحى سبينا بيفيدا متشوه خلقي يصبح تقريبا طفل في كل 1200 زيادة وهو خلقي صعيب ما يكون فيه؟ يكون فيه سلسل ديال الظهر ما يكونش تسد كامل يعني أنه النخع الشوكي والأعصاب دياله تكونوا خارجين على بره عند الواليد لي الله تزاد هذا المرضى يكون بعض المرات بالأحيان شافوا طبيب ديال الولادة قبل من زيادة ومهم أنه يتشاف قبل من زيادة قبل من زيادة يتكلف به جراح الأعصاب مباشرة بعد زيادة باش يكون جراحة على هذوك الأعصاب اللي خارجين في السلسل يدخلوا المحل ديالهم باش يحميه من تعفون اللي تقدر يعطيه ميناجيات يقدر يعطيه مشاكل أخرى إذا بعد زيادة هذا الطفل اللي تزاد سبينا بيفيدا يتكلف به جراحة الأعصاب باش يدير جراحة مبكرة هذا سبينا بيفيدا وخد تكون جراحة مبكرة وتكون حسن الظروف وتكون ناجحة ولكن الأثار ديال السبينا بيفيدا أكثر يملك يكون فيها الأعصاب اللي نسميها الميلوميناقوسيل تكون الأثار تقريباً مئة في المئة تكون أثار على النصف التحتاني الجسم ديال الطفل يعني أنه الطفل يكون عنده مشاكل في رجيلات دياله يقدروا يكونوا بعد المرات ما يكونوا ولكن أغلبية الحالات يكون تأثير على رجيلات دياله يكون تأثير على جهاز البولي دياله خاصة المتانة اللي هي النبولة وكيكون تأثير على المصران الكبير دياله يعني الأخير دياله هادشي يقدر يسبب واحد الأثار نحن قد نهضره عليها اللي مهم أنه من بعد ما كي تزاد الطفل اللي عنده سبينا بيفيدا لابدا ما يتكلفوا بواحد مجموعة الأطب متعددين الاختصاصات فيهم طبيب ديال الجهاز العصابير هتكلبنا عليه فيهم طبيب ديال العظام ديال الطفل اللي كيفهم في هذا المشكل ديال العظام ديال الطفل وطبيب ديال الجراحة البطنية ومثالي كبولية ديال الطفل اللي غدي تكلف بالجهاز البولي وجهاز ديال الأمعاء دياله إذا شنو ما الأثار اللي كي يكون عندها الطفل هادا في جهاز البولي دياله وفي الأمعاء دياله الناس اللي ما كي اللي ما كي يعني ما تكلفوش بالمشكل من زيادة كي يمكن يهملوها الطفل ويرجع سنوات من بعد كي يلقوا بأنه الطفل ما كيتحكمش ما كيتحكمش البول دياله ما كيتحكمش حتى في الخروج دياله الكبير يعني في المسران دياله وبعض الحالات يقدر يكون تأثر حتى ديال الكيلي دياله يقدر يوصل له حفل بعض المرات حتى القوصور الكلوي إذا هذا واحد المشكل اللي ما يمكنناش غير تزاد طفل وستدينة سبينا بفيدا ونساوه حتى يكبروا وعاد نرجعوا يخصنا مليت زاد نتكلفو به شنو الهدف ما هذا العلاج؟ سنبدو بالمثاليك البولية المثاليك البولية المتانة اللي كتكون في سبينا بفيدا المتانة اللي عني النبولة كتكون كنتسميوها المتانة العصبية ما شمعنيتها أنه الطفل مع الصب ولكن هي حقيقة مريضة لأن الأعصاب ديالها ما مكوننش طبيعيا في قلب هذه المتانة كتكون هذه المتانة اللي هي النبولة كتكون صغيرة ما كتتحكمش يعني ما كتتوسعش ما كتتجمعش البول بطريقة طبيعية وثانيا ذاك الخاتم اللي تحت منها ما كيكونش طبيعي ما كيكونش كيتحلو كيتسد بحالك فخص يكون عند واحد طفل طبيعي كيقدر يكون مسدود ويكون الوليد محصور ولا كيقدر يكون محلول كيدوز البول بلا ما يكون فيه تحكم الهدف ديال العلاج الهدف ديال العلاج خصنا نعرفه أنه الطفل يكون يالله تزاد الهدف ديال الطبيب هو أنه نحافظه على الكلاوي دياله على الكلي دياله ما خصناش الوليد يبقى يجيه ولا الطفل ولا البنتاء يبقى يجيه مثلا تعفونت في البول ما خصناش يكون هذيك النبولة محصورة بالبول والكلاوي دياله يتنفخوه لأنه لهمل ندكشيف بعد أشهر أو بعد سنوات قليلة يقدر يوصل للدياليز يعني أنه الكلاوي ديالو يقفو من العمل إذا الهدف ديالنا في سنوات الأولى العامين أو تلت سنين الأولى خصنا نحافظه على الكلاوي ديالو هذا الشيء لنبقى نديره بعض الفحص بالأشيحة أو الفحص بالصدى باش نتأكدوا بأنه الكلاوي ديالو مزيني مليك نفوته هاد المرحلة ديال العامين تلت سنين الأولى تأكدنا بأنه طفل أو طفلة الكيلي ديالو مزيني الحمد لله ما من فوقين ما كيمرضوش كدوز الهدف الثاني المرحلة الثانية ديال الهدف للعلاج كي خصنا هذا الوليد هذا ما يبقاش دائما غيك يقطر بالبول كيدوز بالبول يبقى دائما فلاكوش حياته كاملة من الحاجة المهمة أنه يكون واحد الدمج ديال هذا الاندماج ديال الطفل في المدرسة يكون الاندماج ديالو في الأمان بعد مليك كبر في العمل في المجتمع إذا كي خصنا نصر واحد الوقت فاش يبدأ يقدر يكون نقي لمدة ثلاثة سوايع يعني أنه يخوي النبول ديالو في المدة ثلاثة سوايع يبقى نقي عدعا وثاني يخوي النبول ديالو يقدر يخويها بوحده ولكن مسبق ليلا ديال الأطفال اللي عندهم سبينا بيفيدة اللي يقدروا يخوي النبول ديالو بوحدهم الأغلبية يقصنعونهم باش بالقستارة القستارة هي أنه يدخل واحد لتويه في النبول ديالو باش كيخوي البولة كاملة حيث المشكل أنهم كتكون المتانة ديالو ما كتخواش كاملة غير كتفيد يعني أنه غير كتوصر واحد الحجم كيهبت شوية ديال البول كاقطارات وكيبقى دائما نبول في قلب من النبولة إذا معمره ما كيكون نقي القستارة كتخليها أنه يخوي النبولة كاملة هو كيزيد هذيك القستارة وهذه واحد طريقة مستعملة في العالم كله طريقة بسيطة اللي كيمكننا نعلمها لباهم في الأول والدين في الأول واللي كيمكن من بعد طفل يبدأ يرهاب بوحده ومن بين هدف العلاج هو الوطنومي يعني أنه الطفل يتكلف بالدات ديالو علاج لأنه من بعد غير كبر وغير يخدم خصوه يتعلم أنه يعالج يدي المسائل ديال العلاج ديالو بوحده الهدف من هذ القستارة أنه الوليد يبقى يعني ينقي مدة ثلاثة سوائع والهدف الأخر أنه ما يجيش للتعفون في البول يعني حتى البول من يبقى راقد في هذيك النبولة يقدر يسبب تعفون في البول لزنفكسيون يغيناخ يقدرون تهما يدرون كلوي ديالو الطبيب عنده هدف آخر يعني في العلاج باش يمكن لوليد يكون بخبخ حاجة أخرى اللي مهمة أنه هذيك المتانة ستوسع يعني المتانة العصبية ديال السبينا بيفيدا كتكون صغيرة كتكون قاسحة وضيقة الطبيب يتبع هذيك المتانة كيعبرها بالراديو بالفحص بالأشعاب بواحد الآلة خاصة باش كنعبروه بالحجم ديالها والهدف لعلاج هو أن هذه المتانة تكون واسعة علاج تكون واسعة ويكون ضغط فيها هابط باش الكليمة يمرضوش باش الوليد يكون نقي لهذا كيمكن نعطيه أدوية كيمكن بعض الحالات نديروه واحد نضربوه واحد الشوكة في قلب من النبولة يعني في اللي كتخلي أن هذه النبولة توسع بعد المرات كتكون جراحة باش كيمكن ينبسعون النبولة في حالات قليلة ولكن أغلب الحالات غير بالأدوية كتوسع هذه النبولة اللي مهم أنه تخسو حتى تب واحد دقيق ومستمر حتى كيبصل الطفل لسن ديال البولوغ ويكبر ويرجع هنا دولت باش كيمكن من بعض طبيب ديال الكبار هو اللي يتكلف الطفل اللي عنده السبينة بيفيدة كيبقى عنده آثار في المساريك البولية ولكن كيكون آثار حتى على الجهاز الهضمي على المصران الغليد دياله والأخير ديال المصران يعني الخاتم ديال المصران والأخير ديال المصران المشكلة أنه يكون الخاتم مرخي ما كيكونش طبيعي مئة في المئة والأخير ديال المصران كيكون معجاز ما كيكونش عنده ديال القوة باش يدفع الخروج باش يخرج يعني داك البوراز داك الخروج دياله يخرجو كامل فغالبا ما كيكونوا عندهم القبض لإمساك يعني كيكونوا كونستيبي وخاك يدير كرشو كل نهار ولكن كي تغيش يحرق ليلا بحال الكويرات قاسحين وهذا ماشي كافي يعني أنه كيبقى ذاك شي كي تجمع له في قلب البطن دياله بعض المرات كيقدر يدير مشاكيل كيقدر يتنفخ له للمصران دياله وأكثرية أنه مع أمره ما كيكون نقي لأنه دائما كيوصق واحد شوية فلا كوش دياله إذا بغينا هاد الطفل هذا يوصل للحالة أنه يكون نقي ضروري ما كان علمو الوالدين أنهم يبدو يغسلوه المصران يغسلو المصران كي نحط طريقة بسيطة سهلة كي نوريوها لباهم كيفاش يديروه يعني بوسائل بسيطة ماشي ضروري يكون مسائل غالية باش كيمكن لهم يبدو يغسلوه المصران دياله يمكن يغسلو المصران دياله مرة في النهار مرة في اليومين كيمكن مع يعني يعني بني كي بقى يستعملها الواحد المدة كيمكن إذا الطفل يبقى نقيلي مدة نهار حتى اليومين ربع تمنية وربعين ساعة ما يخسرش يعني ما يكونش مطاشي لكوش دياله ولا لسليب دياله إذا وصلنا لهذا الحالة إذا طيب كيمكن له حيد لكوش كيمكن له يكون عنده واحد الحياة مع المجتمع في القراية في الخدمة دياله بلا ما يكون هو محرج مع المجتمع إذا ملك يكون هاد تكلف يعني بالطفل جميع الأعضاء دياله يعني في الجهاز عظام دياله طبيب ديال الجهاز العصابي المساليك البولية الجهاز الهضمي دياله كيمكننا نصلوا الواحد الوقت فاش كي يكون هادك الطفل يمكنه يكون نقي ولكن ما غنيش يكون نقي بلا ما يديرش واحد المجهود واحد العمل لابدا ما كيخصو يدي القسطرة ويدي الغسيل ديال المصران يتبع لأدوية دياله كأي مرض مزمين اللي قسنا نفهمه أنه هاد المرض ما كيمكن لناش نعالجوه مياه في المياه ويرجع الطفل طبيعي مياه في المياه لابدا ما كيبقوا عنده واحد الاثار بيخصو يتعايش معهم اللي مهم عنا أنه هاد الطفل والعائلة دياله أولا يقبلوا أنه يفهموا أنه هاد المرض هذا مزمين بأنه كيخص واحد تتبع واحد العلاج للمدات طويلة الحياة كلها تقريبا اللي مهم حقص الطفل يكون عنده لوتونومي نصل واحد الدرجة أنه يكون حاسب المسؤوليات المرض دياله ويتكلف هو براسه يكون عنده لوتونومي هذه واحد مرحلة مهمة في علاج ديال الطفل ولابدا من لسوتيا يعني لابدا ما هاد العائلة ولا الطفل يكون عنده واحد المساعدة كوتش نفسانيا لابدا ما نساعده يحس براسه ماشي بواحده يحس براسه كان يأطفال آخرين بحاله هاد شي باش الجمعيات حتى هما مهمين ديال سبينا بيفيدة باش الناس كيقدروا من ناحية نفسانية يتساعدوا يكون واحد دعم نفسي لهذا الطفل لهذا العائلة بحال كيف شفنا مراد سبينا بيفيدة ماشي واحد المراد بسيط وهو واحد تشوه خلقي اللي كيخلي واحد الآثار وخانعالجوهم زيان في الزيادة وخيكون واحد تتبوع وخيكون واحد تتبوع طول الحياة كيخلي واحد الآثار كبيرة وكيكون واحد المصاريف عند العائلة وكيكون يعني أنه مراد تخيل وحسن علاج والوقاية هاد شي علاش مهم أنه كل مرأة اللي بسين الإنجاب من الأفضل أنه تبدأ تأخذ الحامد الفوليك الأسيد الفوليك تبدأ تأخذه قبل ما تكون حاملة لأنه مشكلة أنه سبينا بيفيدة كي تكون في ثلاث أسباع الأولى كيكون تكون قبل ما تعرف رصها حاملة إذن كيخصص هادك الفاني تبدأ تأخذو في لدوزيان بارتي دوسيك يعني الطبيب ديال الويلة دارا هو اللي كيعطيها هاد العلاج وله الطبيب العام بأنه من الأفضل تكون هاد الوقاية هو غير حال فيتامين اللي كي تعطى كمساعدة يعني غدائية باش كيمكن نقصو من نسبة ديال الحدوث ديال هاد الاسبينا بيفيدة